بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمحوا لي أن أعرفكم بدورة المنهج المتكامل لإعداد القادة أكرمني الله سبحانه وتعالى بأنه كان لي شيء من الإنتاج في الكتب في الدورات في التدريب الإلكتروني في التدريب الحضوري في إنشاء مراكز لإعداد القادة وهذا الجهد وهذه الخبرة أحببت أن أجمعها في دورة واحدة أسميتها المنهج المتكامل لإعداد القادة وهدفي فيها الرئيسي هو لمن يريد أن يتعلم القيادة بشموليتها طبعا هذا الأمر يهم بالذات الذين يريدون أن يعدوا أنفسهم كقادة الذين يريدوا أن يعدوا أولادهم ومن يربوهم كقادة والذين يريدون إنشاء مراكز متخصصة لإعداد القادة هم يحتاجون أن يكون عندهم هذا المنهج المتكامل لإعداد القادة من النماذج والنظريات والتمارين والتطبيقات والقياسات بالإضافة حتى المنهج الذي ممكن أن يستعمل في البيوت وفي مراكز إعداد القادة لإعداد القادة أعملت جهد كبير في هذا مع الأستاذ الكبير الأستاذ غياث هواري الباحث المتخصص أيضا في قضايا الإدارة والقيادة يمكن يعني هو تجميع لكل ما عملنا لكن بترتيب جديد لكني لم أكتفي بهذا وإنما بالإضافة لهذا سأضيف مادة جديدة غير موجودة حتى في الكتب الجديدة التي أصدرتها وهي سميتها الجديد في علم القيادة فأعملت بحث كبير فيما يتعلق بما هي المعلومات ما هي القناعات الجديدة التصورات الجديدة أين يتجه علم القيادة حاليا في الفترة الأخيرة وفي المستقبل إلى أي تطورات سيكون مرة أخرى هي دورة شاملة وفيها ما يستجد لعلها إن شاء الله تكون نافعة ومفيدة لمن بالذات يحضر ليأخذ هذا المنهج الشامل يطبق على نفسه ومن يربيهم والأهم عندي هو من يريد أن يؤسس مركزا لإعداد القادة في جامعة في مدرسة أو مركزا مستقلا ألقاكم إن شاء الله في هذه الدورة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة